لا يزال الجدل حول إعلان الانسحاب الإماراتي سارياً ففي الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون إماراتيون عن انسحاب جزئي في إطار التوجه نحو ما أسمته أبو ظبي استيراتيزية السلام تحدث آخرون عن إعادة انتشار في جنوب اليمن والساحل وهو الانتشار الذي تم قبل سنوات تحت غطاء دعم شرعية والأعمال الخيرية حقيقة ما حدث بنظر دوائر غربية انحصر في خفض لعدد القوات وليس انسحابها في سياسة ترمي لعادة التموضع في اليمن بشكل يسمح للإمارات بالتركيز على مصالحها بعيداً عن الالتزام بالقيود التي يفرضها التحالف العربي بالنسبة لمركز كارنيجي لشرق الأوسط فإن رؤية الإمارات اختلفت عن رؤية السعودية فلم تعد مهتمة بإضعاف الحوثيين وتحسين أمن حدود الرياض وتستطيع الآن المناورة بحرية عبر قوى محلية تتحرك بالوكالة عنها في المناطق الساحلية والجنوبية القوى الفاعلة في هذه المناطق كما يقول المركز الأمريكي لا تعترف بشرعية هادي وتتكون من تسعين ألف جندي يتنقون رواتبهم من أبوظبي وتحدثت مصادر أمريكية عن تفاهم بين الإمارات والحوثيين بخصوص تجميد المعارك في الحديدة في مقابل عدم تعرض الإمارات للهجمات الحوثية وفق هذه الدلائل فإن أبوظبي باقية بسياسة جديدة تهدد وحدة اليمن واستقراره باعتراف مسؤول إماراتي رفيع فتقليص حضور الإمارات العسكري بتحليل باحثين أمريكيين سيجعل نفوذها في اليمن أكثر فاعلية لكنه أقل عرضا